بسم الله الرحمن الرحيم حصة اللغة العربية لصف الرابع الهدف من هذه الحصة هو قراءة درس بطولات من الأردن قراءة سليمة استخراج المفردات ومعانيها ومعرفة الأفكار الموجودة في هذه القصة وثم استخراج التراكيب اللغوية المختلفة استمع عزيز الطالب سأعرض لك فيديو عن درس بطولات من الأردن تابع معي طي البحر الميت كان الوالدان يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة فجأة هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر بدأ الوالدان يصرخان ويستنجدان فتجمحر الناس لكن أحدا لم يجرؤ على المغامرة بدخول المياه وماهي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج مضى الدقائق وقد استبدى القلق بالوالدين على طفليهما فإذا بأحد أبطال الدفاع المدني في أردننا الغالي يقفز وسط الأمواج لإنقاذهما فسحبته كما سحبت الطفلين واختفى هو الآخر عن الأنظار توجه المنقذ إلى مريم فوجدها متشبثة بيد أخيها وهما يصيحان وقد أشرفها على الموت في هذه اللحظة الحرجة تدخل البطل من رجال الدفاع المدني وطلب إلى الطفلين الهدوء والتنفس من الأنف وعدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة وحاول العودة بهما إلى الشاطئ لكن الأمواج حالت دون ذلك وبعد ساعات في عرض البحر عم الظلام أرجاء المكان وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير ومع ساعة الفجر الأولى تمكن البطل من الوصول إلى شاطئ البحر الميت في منطقة أريحة بفلسطين ومعه الطفلان وقد استنفذ طاقته تماما فأجريت له وللطفلين الإسعافات الأولية بعد ستة عشرة ساعة عصيبة عاشها الوالدان ارتدت الروح إليهما حين دق جرس الهاتف فسمعت الأم صوتا يقول ماما أنا مريم وأخي ماحر معي نحن بخير لم تصدق الأم ما سمعت ثم سقطت مغشيا عليها حضي البطل المنقذ بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وتكريمه فقد أمر بترقيته ومنحه وسام التضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته التي ليست غريبة على أبناء الدفاع المدني أنتقل إلى المفردات والتراكيب عرض بمعنى وسط يستنجدان أن يطلبان المساعدة تجمهر تجمع استبدى اشتد متشبثة متمسكة أشرفا قاربا الحرجة الصعبة حالة منعت عمى انتشرة استنفد أي بذل كل جهده عصيبة أي شريدة الصعوبة ارتدت رجعت مغشيا فاقدة الوعي منحه أعطاه بسالته أي شجاعته الكبيرة تتحدث القصة عنه أولا هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض الباحر ولم يجرأ أحد على مساعدتهما ثانيا ساعد أحد أبطال الدفاع المدني الطفلين وأوصلهما إلى اليابسة وأخيرا منح جلالة الملك عبد الله الثاني الرجل وسامة تطحية والفداء أنتقل إلى استخراج بعض المفردات أو بعض التراكيب اللغوية على حرف جر وشاطئ اسم مجرور الميت صفة كان فعل ناسخ الوالدان مثنى يستمتعان هي فعل مضارع من الأفعال الخمسة هما ضمير للغائب هبت فعل ماضن عاصفة فاعل بدأ همزة متطرفة لم يجرأ لم حرف جزم ويجرأ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون هي ضمير للغائب لحظات جمع مؤنث سالم الأمواج جمع تكسير دقائق همزة متوسطة المدني صفة يقفز فعل مضارع هو ضمير للغائب وجدها متشبثة متشبثة حال منصوب علامة نصبه تنوين الفتح هذه اسم إشارة لكن حرف ناسخ وهو من أخوات إن وليت والعل مع حرف جر وساعة اسم مجرور الأولى صفة أنا ضمير المتكلم ونحن أيضا ضمير للمتكلم لم تصدق لم حرف جزم وتصدق فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون لكن هنا تم تحريك الحرف لأنه التقى بساكن وفي اللغة العربية لا يلتقي ساكنان ثم حرف عطف ومغشيا حال كيف سقطت مغشيا عليها الواو حرف عطف تقديرا مفعول لأجله لماذا كرمه الملك تقديرا مفعول لأجله التي اسم موصول وأبناء جمع تكسير تقديرا مفعول لأجله